كارتيرون بيطلب من لجنة الزمالك التجديد لـ 12 لاعب في الفريق ده في نادي الزمالك الـ 12 لاعب هم محمد أبو جبل حزم إمام عبدالله جمعة محمد عبدالشافي وطارق حامد مصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ومحمد أونجم ومحمد أشرف روقة ومحمود عبدالعزيز ورزاق سيسي وعمر السعيد ده طلبات كارتيرون الزمالك أيضا بيفتح باب الترشيح للانتخابات خلال ساعات هيتم فتح باب الترشيح للانتخابات بعد ما تم تنقيح العضويات للأزمة اللي كانت في العضويات ده بالنسبة لانتخابات نادي الزمالك وزي ما بقول دايماً اللجنة اللي بديه لنادي الزمالك في الوقت الحال اللجنة تحترم جداً وقدت اللي عليها وزيادة وزيادة في ظروف صعبة جداً الاتحاد نهاردة بيفوز على ناشية نادي الزمالك ويتوقب بطلاً لسوبر السلة انتعارفين نهاردة زمالك لعب بالناشيين في السلة عشان كان عنده أزمة في الفريق الأول أزمة إصابات وأزمة غيابات ومشاكل كتير في الفرقة عشان كده الزمالك النهاردة بقرار من مجلس الإدارة اللي قالوا مبارح في بيان رسمي لعب بالناشيين في مباراة السوبر أمام الاتحاد السكندري وفاز الاتحاد السكندري بهذه المباراة ده النتيجة في الآخر كانت 75-42 لصالح أو عفواً خلص بفريق آه ده المباراة خلص بفريق 49 نقطة 95-46 الاتحاد السكندري 46 لنادي الزمالك وده منطقة لما فريق أول بيلعب فريق من الشباب أو الناشئين ده بالنسبة لأخبارنا النهاردة وزي ما قلت لكم عايز بس أقرار خبر أحمد مجاهد وارد موانس أحمد مجاهد رئيس اللجنة السلسية في الاتحاد المصري لقرارة القدم وارد يبقى خارج الاتحاد المصري وارد يستقيل من الاتحاد المصري لقرارة القدم من اللجنة السلسية بعد أحمد حسام عود ده وارد خلال ساعات ربما خلال أيام وربما يستمر لما بقول ربما ما يبقى ما أكدتش بس بقول لكم الطريق رايح فين عشان أنا بحب أبقى بقيت جدا في هذه المعلومات الكلام بيبقى تقال دايما أنه الراجل ماشي ترجمة نانسي قنقر